أسألك كيف يمكن ترسيخ قيم التعددية السياسية الدينية تحديداً من نسبة لحضرتك في المجتمعات الخليطة فيها اتجاهات مختلفة إن كان مذاهب أو غيره لأن حضرتك التعددية دي مفهوم قرآني إحنا بس المسلمين لو عرضنا القرآن كما هو دون أن نتدخل فيه بخلفيات سياسية أو خلفية ضائفية أو خلفية مذهبية القرآن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الناس خلقهم ليكونوا مختلفين ولو أراد أن يخلقهم على مذهب واحد عقيدة واحدة لون واحد لغة واحدة ملة واحدة عقل واحد لخلقهم ولكن إرادته سبحانه وتعالى لم تشأ هذا وإنما شاءت الاختلاف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين هذا أصل القرآن أصل القرآن طيب إذا كان الاختلاف هو القاعدة الأصلية في الخلق تعامل سيكون على أي اساس مرض نص القرآن وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إذا ليس لتصارعوا قد لبالحضرتك الحضارة الغربية الآن للتصارع لأن الصراع ده قانون عندهم الآن قانون بدأوا يحلون به يعني أو يكسبون به إنما القرآن التعارف التعارف أن أعرف ما عندك وتعرفين ما عندي وأن يكون بيننا نوع من التألف إذن القرآن يؤمن بالتعددية وأنها قانون إلهي يؤمن بأن العلاقة بين الناس المختلفين هؤلاء هم هي التعارف حتى يؤمن بتعددية الأديان لكل ينجعلنا منكم شرعة ومنهاجة حرية الرأي لا تفضل حرية الرأي حرية أعتقد كل هذه أسس موجودة في القرآن لحن لو عرضنا هذا كلام من ذهب فضيلة شيخ يعني اليوم اللي عم يشوف الاقتتال المذهبي والديني وغيره هذا ضد القرآن تماما يعني هذا يمثل حقيقة الإسلام نعم يعني ربنا مثلا لما يلوم النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحريص على أن يدخل الناس في اللفل مع أن نحريص على أن يدخلهم بالحكمة والمعوصة الحسنة وليس بالقتال ومع ذلك فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا هكذا القرآن مليء بأن الإنسان تحترم حريته لو إحنا عرضنا إلى أن خزنا القرآن بهذه المفاهيم خلاص يعني نختلف ليه ونتضاحن ليه بس ما هيك عم يصير